ان شاء الله قبل ما سيب حضرتك سادة الوزيرة هل يعني احنا عاملين حسابنا انه لو زادت الاعداد برضو بشكل اكبر من كده هل هو هيبقى مستشفى عزل واحد او حجر صحي واحد ولا هيبقى عندنا خطة ان يبقى متوزع كمان على انحق الجمهورية بحيث ان توقعش المسافات بعيدة قوي كمان لا احنا عندنا في 27 محافظة 27 مستشفى الاستراتيجية بتاعتنا ان احنا مش هنملي كل المستشفيات حسب الشكل الجغرافي لا احنا بنملي مستشفى مستشفى لما تنتهي الاماكن هنا نشوف مكان هناخد المستشفى المستعدة اللي بعدها كل المستشفى مستعدة بس احنا مش هنفرق الحالات في كل مصر لان الحالات دي في قطقم طبية مخلطة وعمالة ونظافة وامنة وصحيح بندهم كل الحماية بس برضو هيصير نقلل يعني فرصة العدوى لهم والغيرهم فاحنا بنملم لقدر الله هتبقى مستشفى بعدها مستشفى هل احنا عندنا المعدات كلها اللي بتقدر تكشف لما رجعتي كمان من سين انا كنا قرينا نحيتك برضو جبتي معاكي وطبعنا معاكي ان جبتي معدات الكواشف اللي احنا خدناها مستين هدية هي كواشف عندنا منها واحنا جبنا 250 الف كاشف اشتريناهم وبدأ التدفق للكواشف يعني عندنا النهاردة التدفق ل250 جاري الجديد كمان ان ابتداء من يوم الثلاث هنجيب الكاشف السريع للمطارات وده بيبين نتيجة خلال 30 دقيقة وده للمطارات للطائرات اللي جاية من اماكن فيها اصابات عالية فاحنا بنعمل يعني اللي بيحصل في العالم اعلى تكنولوجي او اعلى حاجة ممكن الناس تستخدمها احنا بنستخدمها على طول اخر حاجة معلش ستة الوزيرة هل التعامل بالنسبة للحجر الصحي في المطارات والمواني بيختلف بالنسبة للوافدين اللي جايين من دول العالم عن الدول اللي فيها عدد كبير من الاصابات اللي نقدر نقول ان اصبح هناك وباء بيختلف التعامل بنسبة للمطارات ايوة يعني اللي جاء الطائرة اللي بتيجي ديريكت من الصين بنعمل لها كلها تحليل قبل ما يغادروا مش بس حرارة زي ما عملونا وحنا داخلين اللقصة بناخد من الجايين وطقم الطيارة بناخد مساحات وبنعمل التحليل الصين فقط ولا في مثلا ايطاليا فيها عدد كبير ايران كل ما بتيجي بقى بدأت الاصابات تتزايد في بعض الاماكن فبدأنا نستجيب بالطريقة دي طب والباقي بنقيس درجة الحرارة في الدول اللي فيها اصابات متوسطة او منخفضة وبقيت الدول العالم لما فيهاش حاجة برضو بنتابع وفيه كارت الصحة العامة عدلنا فيه الكارت الاساسي بتاعنا بحيث حطينا حاجات خاصة بالكورونا بيملاها لمسافر القادم في الطيارة وده علشان يسهل التتابعة بتاعها انا بشكرك جدا سات الوزيرة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وطبعا احنا مكملين الجولة مع حياتك لسه اليوم طويل ان شاء الله بس بشكرك وربنا يوفقك شكرا 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 لحضرتك يا فتا